يُقال أهل السنة والجماعة ورد تفسير الجماعة في بعض أحاديث بأنها جماعة المسلمين التي هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما إطلاق اسم الجماعة أهل السنة والجماعة يُقال أهل السنة والجماعة ورد تفسير الجماعة في بعض أحاديث بأنها جماعة المسلمين التي هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في رواية حديث الفتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة قال إذا لم يكن هناك يعني جماعة للمسلمين لم يكن هناك من ألزمه قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني تبحث عن جماعة المسلمين وإمامهم ولا تخرج عنهم فبين أن المراد بالجماعة وهذه الرواية البخاري ومسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لذلك لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم يجب طاعتهم في المعروف كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية وعدم الخروج عليهم لأن في الخروج عليهم من الشر والفتن والقتل واستباحة الأموال والأنفس والأعراض والذين خرجوا على ولاة أمورهم انظروا ماذا حصل عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حذيفة وهذا هو رشاد للأمة كلها تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لأن من فارق الجماعة ومات ميتة جاهلية من خلع البيعة وفارق الجماعة ومات ميتة جاهلية والعياذ بالله ولذلك فإن المراد بالجماعة هم جماعة المسلمين كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية من هي قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولذلك قال أبو شامة وهو من علماء السلف واسمه أبو القاسم المقدسي المعروف بأبي شامة في بيان أن الجماعة هي ما وافق الحق قال وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا يعني لا تغتر بكثرة الهالكين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أتزم أهل الحق ولو كانوا قليلا فإن الأمر بلزوم الجماعة هو لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ولذلك نرى بعض العلماء يخصص أهل السنة والجماعة بقضايا وأمور العقيدة وإن كان أمر السنة يشمل أمور العبادات والأحكام والأخلاق والاعتقادات لكنهم خصصوا ذلك بمسائل العقيدة لا سيما التي خالف فيها أهل البدعة التي خالفوا فيها أهل السنة ولذلك لفظ السنة والجماعة المراد به يعني موافقة الحق